وحنروح لمساحتنا الطبية ونحكي عن موضوع شائع جدا وخاصة عند الأطفال الكحة أو مثل ما منقولها هيك بالعامية السعلي هاي الحالة مشوفة متشرة كتير وخاصة عند الأطفال وممكن تكون قلق الناس تقلق بهذا الوضع خاصة إذا كان الطفل رضيع أو بالأشهر الأولى فدائما من عاطفة الأمومة الام فورا بتخاف وبتروح فورا على الطبيب ببعض الأحيان الحالي ما بتستدعي أبدا زيارة الطبيب اليوم شو هي أهم الأسباب اللي ممكن تخلي الأطفال يصير عندهم حالة السعلي ما بين السعلي وما بين الحالة التحسوسية شو هي الأعراض والأسباب وإيامات نحنا ممكن يكون عندنا مؤشرات لنقول مفروض اليوم نحنا نشوف طبيب أطفال أكيد معلومات كتير مهمة حتخبرنا عن نظيفتنا لليوم وهي الدكتورة بشراء جنيدي الأخصائي بعلاج الأمراض الصدرية عند الأطفال سعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك سعد صباحك دكتورة أهلا وسهلا فيك بداية دكتورة السعال التحسوسي من أكتر يمكن الأمراض الشائعة عند الأطفال خلينا بالبداية نحكي نعرف مفهوم السعال التحسوسي ونعرف من حضرتك شو الأعراض اللي ممكن تظهر اليوم عند الأطفال حتى نعرف أنه عندهم سعال التحسوسي السعال التحسوسي يعني هو بينقسم تحت عمر خمس سنين نحنا نقول أنه سعلي تالي لأنتان فيروسي ويزينج تالي لأنتان فيروسي بعد الخمس سنين ممكن نبلش باختبار وزائف ويزينج تحليل دموية نقول أنه ربو هلا السعلي دائما تنقسم أنت عم تقولي لنميز بين السعلي العادية والسعلي تحسوسي السعلي دائما بطالي لأي أنتان فيروسي هي أشياء أنواع السعلي اللي نحنا منشوفها هاي تالي لأي أنتان فيروسي ممكن تصير سعلي بتكون هايبر ريكتف رسبونس بالقصبات أنه خلص يعني أنه معنا لسعلي تحسوسية ولا أي شيء نحنا أم تبقى منفكر أنه هذا ربو هاي بسعال المزمن سعال المزمن بيستمر مثلا أكتر من أربع أسابيع هذا هو السعال اللي نحنا نبلش بقى بنبحث عن أسباب اللي من أشيعة هو الربو اللي أنت عم تقولي لي عنه هو السعلي التحسوسية فهي هاي أنه خلص ضل أكتر من أربع أسابيع هو سعال بأغلب الأحوال هو سعال جاف السعال التحسوسي ممكن يكون سعال رتب ويت بس بالعادي الربو بيترافق بسعال جاف هاي اليوم الأهالي ما فيه نستنو أربع أسابيع يعني خليني نقولي العطفة الأمومية طبعا طبعا وخاصة يعني كثير منسمع من المعلومات الطبية الشائعة أنه إذا طولت السعلي عند الطفل ممكن تعمل تروح لالتهابات بالأمعاء يعني وتكون بقصة كبيرة مصير بأكبر متنوير هلا تروح لالتهابات بالأمعاء ما إلا علاقة يعني هلا هو الانتان الفيروسي لما بيجيه ممكن يسيب الجهاز الهضمي ممكن يعمل سعالي هاي هو كله انتان فيروسي مع بعضه أما نحنا السعال تحسوسي أمتى بنفكر فيه لما مثلا نحنا إجتنا هاي السعالي قلنا ممكن السعال يستمر وقت طويل السعال يترافق بدقنفا السعال يسمع فيه ويزينغ هيك خرب الصدر هاي الشغلة نحنا نتوجه لأيلو لما مثلا نحنا عنا قصة بالعيلة حدا عنده ربو وهالولد تجي هالنوبات ممكن هي من أصعب الحالات التعاني أيوة بشيرنا أنه هذا سعال تحسوسي هذا ربو نهاية من العلامات اللي هي بالفحص السريري في اختبارات نحنا بنعملها بعد عمر خمسة سنين اختبار وظائف رئاء فيه شغلات بالدم بنعملها الـ IGA الحميضات كلها بتشير لأنه نحنا هذا هو سعال تحسوسي طيب دكتورة خلينا نوضح الأسباب سكرنا الأعراض عرفنا المفهوم خلينا نحكيه هلأ عن الأسباب شو سبب اليوم هذا السعال التحسوسي الموجود عند الأطفال هلأ السعال التحسوسي بأغلب كله لعدة عوامل السعال التحسوسي ممكن يكون جينيتيك وراسي نحنا إذا عنا اثنين من الأهل معهم ربو سبعة وسبعين بالمئة من احتمال أنه هالولد سيصير معه ربو فيه ممكن نحنا عنا الولد يكون من أساس جسمه نحنا هاي اللي نسأل عنه عنده أتوبي عنده أكزيما حتى لو عند الأهل في أكزيما أو في التهاب الأنف التحسوسي هاي شغلات بتضلع أنه هذا الولد معاربه إن هاي الأسباب وراسية وهي فيه محردات النوبي اللي هي ممكن تكون شغلات كتير أنت ما بيخطر ببالك إنه هاي ممكن مثلا هاي الزريعة اللي هون يكون عنده حساسي من الجراسينج تعمله نوبي ممكن الأبواغ اللي بالجو طبعا أهم شيء الدخان أنتو أكيد بتعرفو يعني أن الدخان كتير ممكن يحرد لنا ها استعليه حتى ممكن يعمل استعليه حتى لو ما نحنا عنا ربو يعني فهي هادون المحردات المؤرجات فيه أولاد مثلا من الحشرات تجيينوبي فيه شغلات من أكل معين رطوبة ممكن هاي رطوبة الغبرة الدخان الحيوانات الأليفة يا عصفور مثلا أهل جايبين لهم مضللينه جايبين لهم عصفور هذا يعني أنه هيك هاي المحردات لإله وقدية بتزيد السعالة عند الأطفال بالليل يعني بتحس أنه هي موضع سعالة الليلة يعني لما بيجيني ولد مستلا على العيادة أنا إذا ولد قديم بدي حدد السفيريتي طبعا الربو اللي عنده فمن الأسئلة هو أنت عندك سعالة الليلة عم بتفيق كم مرة بالليل يعني هاي من الشغلات اللي بتبين لي السفيريتي وبعد ما حطوا عدوة بتبين لي هو كيف عم ينضبط عدوة يعني فيه أطفال يعني هي تجربة يعني أنا أنه بسعالة سعالة اللي بتوصل للا الاستفراغ يعني هاي هي أنت كم مرة عم بتفيق بالليل هاي من أسئلة إنه شو سفيريتي طبع طبعا الربو هاي سعالة الليلي هو الشيء أنت كيف عم يتحدد نشاطك حتى صوت عدوة دكتورة بتحسي إنه يعني موسع لي يعني في سلو تضخم بإبلاع سعلي في وزيز بالصدر بيستير هلا مكل سعالة الليلي هو ربو يعني ما إلو علاقة أنا عم بحكي لما أنا شخصة ربو شايف عنده في حسطول الولد أكتر من مرة وشايف عنده هلويزنج بالصدر هاي من الأسئلة بس ما كل سعالة الليلي هو ربو في هاي البوست نزال دريب هاي بيكون مثلا الولد مرشح بنا بيرجعوها المفرزة تع صدروا بيستعلوا فما كل سعالة الليلي إنه تظنوا يا ماميات إنه هاد ربو هادا لا أنا عم بحكي لما أنا مشخصة ربو هاي سعالة الليلي هو من الشغلات اللي أنا بدي أعرف يعني بتفيدني بمعرفة تحديد شدة الربو اللي عندك أنت يا الولد وتحديد شدة الربو اللي علاقة كبيرة بالعلاج اللي أنا بدي حطو عليه وبعدين بالمتابعة بعدين إذا أمورك مضبوطة بعملك ستب دون إذا أمورك ما مضبوطة رح أعملك ستب دون أيمت ممكن إحنا توصل للقصة في خطورة على صحة الطفل ولازم فعلا نروح نستشير طبيب وانا نجأ للموقع بس أول شي لما بصير هاي اللي حدثت وعلي عم قول إنه تالي لأنتان فيروسي بلش لأنتان الفيروسي ما عندي دق نفس حرارة مستمرت عندي أكثر من خمس تيام مانحة تسيته لونا الولد عم تغير الولد عم يلعب وهاي كتروله سوائز اخنيعته خافضات حرارة بس لما عم تقول لي أنت عم يروح على الصيدلي ويأخذ أدوية سعلي أدوية سعلي ممنوعة أقل من عشر سنين نحنا مانا مانا بقاء نبيجوني مثلا من دوبين الأدوية عم يعطونا خلص ما في أدوية سعلي ما في أدوية سعلي في أدوية سعلي عم يكون فيها أدوية عم تعمل تصبط للجملة المركزية يذكر مرة إجانا على الإصعاف أولادين هيك من دوية سعلي معلقة وحدة لأم عاطيتها وجرعة نظامية متصبطة نفسها فخلص نحنا ما بدنا هدون الأدوية السعلي ما بتوقفها خلص يعني فيه حيانا دكتورة يعني أول سواء سألك يا صيدلي حتى لو اليوم رضي أنه يعطيك العلبة هناك هدون اللبلاب وهدون الشغلات معنى السعطة البري أيوة معنى معنى ممكن هاي بديل الظهورات هلا بهال الظروف السعدي يعني وعلى فكرة استجابتها كتير حلوة جسم هاي إنتي لأمات السوقية نحنا عم نحكي شو من الطبيعة لما أنت عم بتتشربي كاستين وزهورات كأنك عطيتهم العقابس بس فيه أولاد ما بيردوا يشربوا الظهورات بس في اليوم الأهالي كمان تفرر إذا كانت السعلي جافة أو مرافقة لبلغ عمفة اليوم دشغيص بنقلو لا الصيدلي غلط فبيعطيه الدواء كمان الخطأ يعني أول شغلي إنتي على الأعراض لحالة ما فيك توصفي دواء بديك فحص سريري بلا الفحص السريري بلا طبيب ما يفحصه ما ما إلى معنى بلا يعني في حالات بيقلك السعلي ساعدته جافة أو رطبة فأنت بتوقفي سوانين وانتي لهم قبل تقدري تميزي بين الحالتين ذكرتي نوطة أنه نحنا في حالات الرشح ودائما السعلي بيبلش الطفل برشحة على أساس بسيطة بسيطة بتزيد بسيطة بصير عنا سعلي بتنزل على الصدر بيتفاقم الوضع طيب اليوم مناعة الجرسم عند الطفل أتي إلى دور مهم خلينا نقول بيتساطي لهذا الفيروس اللي موجود بشعيرات الصدر ليش معنى مناعة أصلا يوم بالأطفال يعني يعني الطفل اليوم بيرشح تنهار يعني يصير بده كومت أدوية بده دكتور بالآخر يعني هلا هاي هذا السر الطبيعي لكل طفل كل ولد رح يتعرض لكل هالفيروسات بده تقوى ما بده تقوى مناعته أنت مثلا أول ولد بأعطيه على الروضة أول سنة انت رح تدك تتوقعي كل شهر يكسب انتا الولد مراحي صح الثاني سنة جسمه تعرف على هذن الفيروسة رح تقل فهو ما أنه مناعته ضعيفة هو عم يتعرف على هالحياة وعهد الدنيا يعني كل سنة دائما متحورات رديدة يعني كل سنة طبعا نحن شايف في الأول شغلة مثلا كورونا أجتنا فيروس غريب يعني اللي سار يعني فهو ينضف له قائمة الإنفرونزا وهذا هون الفيروس التنفسي اللي بتصيب طبعا منعته إلى بدنا تغزيته تكون منيحة نومه منيحة هل المعلومات يعني هاي بالتغزية الكويسة بالنوم الكويسة والابتعد عن التدخين التدخين كتير بيأسر هو نحن عنا مثلا مخاطية بالقصبات والجهاز التنفسي فيها شعيرة هاي هيك بتجذب المخاط وبتطلع المفرزة فالدخان بيشل حركتان لهدون الشعيرة فيعني هدون الشغلات الأساسية البجة الصحة اللي بتعد عن الدخان التغزية المنيحة اللعب بالطبيعة روايح القليه هدان هدان نصائح الربو مو كل الولاد هاي كيرا ولاد الربو روايح القليه الدخان الرطوبة الحيوانات الأليفة هدان الشغلات كلها لازم وروائح المنظفات والعطورة كمان العطورة نفسها روايح القليه بيجون إئمات ولا حتيت له تب انا خطي لك بعدي عن روايح تدلي روايح للمطبخ يقول لا لا تدري روايح تمام دكتورة زكرتي من خلال حديثك عن الربو خلينا نوضح الفرق اليوم بين الربو والسوعة التحسوسية لانه بصير احيانا خربطة بين الربو هلا هو مفهمة يعني قبل خمس سنين فيه مثلا اذا هيك فيه دراسات بتنعمات خمسين بالمية من كل الولاد نصابوا بنوبيت وزيس هلا احنا عنا الولاد اللي بلش عندنا الربو قبل ثلاثة سنين واللي بلش بعد ثلاثة سنين اللي راح منو عستة سنين هذا خلاص راح يطيب عرفتي كيف بعد خمس سنين يعني قبل خمس سنين ما فيه نقول انه هذا الربو فيه شي اسمه فيروس انديوستويزنج فيه شي هايبر ريكتف رسبونس بالقصبات هاي ما الى علاقة يعني انه ممكن تصح بس بعد خمس سنين بوظائف الرياء بالاي جي اي بالحميدات بالقصة العائلية بالفحص السريرة ممكن نقول انه هذا خلاص ربو باذا ما اقطع هذا الطفل بعد ست سنوات لايمت بد من المظاقł بعد ست سنوات هلا اللي بيكون عنده اعراض موسمية هذا مؤهب انه انه عراض موسمية بتجيه النوبي بالخريف بالربيع بيستر عنده الالتهاب الان افتح سرسه هذا مؤهب انه يستمر عنده الربو لاي سنة لاWe Estan البلوغ مریح مؤهب انه يضلم بس طبعا هلا هو ممكن يضل معه بس ممكن تخفي لحده هارفتي كيف يعني انه مضروري انه كل شهر انت بالشتوية تاخذه بتصير خلاص وعلى علاجات امور بتتحسن طيب لأي مرحلة ممكن نوصل فيها نشوف انه بالسعلة فيه دم او بلغم شو بيكون الحالي هون هلا الدم والبلغم هيك شغلات البلغم ممكن تشوفه بس دم ويريد الفلاق يعني عزتي هلا البلغم نحن هيا عم نحكي هلا بالسعال الرتب حكينا نحن اذا ضل اقل من اربع سنين ممكن انتان الفيروسي اربع اسابيع عفوان هذا السعال الحال ممكن يكون تعليل يضل اكتر من اربع اسابيع وسعال الرتب بوجهنا نحو شي اسمه باكتريال برونكايتس انه شي التهاب جرسومي يضل اكتر من اربع اسابيع هذا بدو صادات بدو صادات لمدة اسباعي متحسة ممكن تضل اكتر من اربع اسابيع هذا سبب من الاسباب عمنا اكتر اسباب يعني هاي بس نحنا ضلت عنا بتاعليل مزمنة طبعا الدم هو ريد فلاق فيه سل في شي انترستيشي لانج ديزيز في شي مناعي في شي تلايوف كيسي في عسرة حركة اهداف بدئية نحنا هاي في ريد فلاق بتصير الدم هو شي منا طبعا ممكن يستعلي فيها دم ممكن يكون جرح البلعوم طلعتها السعلي يعني انا محب خوي في الاهالي يعني بس هيك بتضل معه الشكاية المزمنة اللي بتستمر اللي بترافق مع طفل حجمه صغير كذا هيبدا استقصاءات كتير هو بشكل عام ايا سعال ضل اكتر من اربع اسابيع هذا بدو استقصاءات كتير نرجع من اول من اكد على نقطة دكتورة انه ثقافة الوعي الطبية كتير مهمة عند الاهالي خاصة وقت بيكون في اطفال بالبيت خلينا بسيك نركز شوي على بخاخات الربو نحنا بنعرف انت ذكرت نقطة حضرتك انه قبل الخمس سنوات نحنا ما فينا انه انه مشخص بشكل سريع مانو مشخص ما منشخص انه روبو بستبين حص على البخاخات هل هل هؤلاء البخاخات ما في الون تأثير سلبي في ما بعد نحنا الاستنشاقي تأثيره 0.01 بالمئة من انك انت تجين نوبي وتعطي كورتزون فموي انا بيجوني الاهالي هيك انه البخاخات وكورتزون وانشاقي وكذا خلص طيب انت لما عم تعتين مرة كورتزون فموي انت عم بت يعني اسوأ بكتب انك تكوني عم تأخذي البخاخات بعدين البخاخات بديك تضلي مثلا كل ثلاثة شهر بتراجعيني ممكن ازحالته بعمل لك ستب دون منخففه ومنوقفه عرفت ايه؟ يعني ما بينحط كل ولد بينحط على بخاخات مؤول نوبي انا رحطه على بخاخات لا تخافه بس يعني خلص دعما الام بتخاف من هاي النقطة؟ ايه كثير وبيجوني موقفين بخاخات والولاد تعبانين دعما كنا نرحل عجلسات الرزاز هلا هو فيه بخاخات بتعيد عنا لجلسات الارزاز بس مثلا ولدي كتير تعبان اشباعونا نقص هذا رح يروح على المشفى ورح ياخل جلسات الارزاز على الاكسجين يعني هاي اللي ناخدها بس فيه بخاخات بتعيد عنا للجلسة اذا ولد مرتاحو بالبيت ما في داعي خلص فيه بخاخات موسعات قصبية بتعيد عنا للجلسة طيب خلينا نحكي شو في اليوم لسه امراض ممكن تسيب الجهاز التنفسي طبعا بس تكون عم تبخ بطريقة مضبوطة طبعا بيجيني امهات محطوطين عن بخاخات ومضبخ ومضبوط شو هي الطريقة الصح لهم دكتورة؟ الطريقة الصح تارفلوا بجابة مع الحجيرة وهي كان ضروري لان عندنا نحنا البخاء حاول قلب الصورة اكتغل للناس اول شغلي هاي صريقة البخ بالتم بطلي ما في بقة بخ بالتم في هاي الحجيرة الاستنشاقي اذا عندك انت كان ولد مع وربو حجيرة وإلى ماسك اول شغلي شغلي مهم كتير ان الرجل بخاخ خمس ثواني لانو البخاخ ممادة فعالة وغاز اذا مرجيتي انت عم تبخيله الغاز وكأنك ما عطيتي بخاء ومنحطو هيك بنبخ للولد الصغير الاقل من اربع سنين بيتسطح بنبخ البخاء بيطلع صدره وبينزل يعني باخد نفس سبع مرات بنبخ البخاء التاني الولد الاكبر وطبعا منتم كمان انو ياخده من انفو ما نو عم يستفيد اذا ما فتحت امو فيك تقرس هيك تعمليلو هيك تسكريلو انفو بيتسطح يقدر اتنفس فهي شغل كتر ضروري طريقة تخنقيه بس مشان ياخذ الدواء واول مرة كتر بعزب لما هات تروحوا لهي طريقة وخاصة ان اتلكون طعم الادوية ما ضيفة الطفل بي عند فتروح لهي الطريقة بتمسكه من الفو هي بالحجيره هي الشغلية مو انو انتي الحجيره الى هيك شي بيغطي فبيمسكها هيك تقرسي هيك كرس انو بس يفتحت من تمام بالخيطام نحن نفتم نختم مع حضرتك دكتورة بنا نشكرك كتير على كل المعلومات اللي قدمت لنا دكتورة بشوجنادي الاختصاصية بعلاج الامراض الصدرية عند الاطفال شكرا اهلا بسهلا شكرا لنا دكتورة اهلا بسهلا شكرا لنا نورتي صبحنا وأكيد بيقة صحة وسلامة لكل الاطفال